وزراء الخارجية العرب يعتمدون الصيغة المعتادة للوقف العربي المقرر أن تعتمده الدورة الثلاثون لقمة تونس حيال الحرب الدائرة في اليمن فقد حمل الوزراء العرب بيليشيا الحوثي مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق السكهوم وتفاقم المعاناة الإنسانية وعبروا في الاجتماع التحضيري لأعمال الدورة الثلاثين لمجلس الجامعة العربية بتونس عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة وأكد الوزراء في الآن نفسه دعمهم للإجراءات التي تتخذها الحكومة والرامية إلى إنهاء الانقلاب واستعادة سلطات الدولة وتطبيع الأوضاع الاجتماع الوزاري شهد هجوما مركزا على الدور الإيراني في المنطقة واليمن فقد حذر الأمين العام الجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من استمرار تدخل إيران ودعمها لميليشيا الحوثي لأن من شاء لذلك أن يسهم في استمرار تدهور الأوضاع وزعزعة الاستقرار في البلاد في وقت وصف فيه وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف ما تمارسه إيران من تدخلات سافرة في العراق وسوريا ولبنان واليمن عبر ميليشياتها من الحرس الثوري بأنه من أخطر أشكال الإرهاب والتطرف وزير الخارجية خالد اليمان دعا من جهته مجلس الأمن الدولي لممارسة ضغط موازن على إيران وكل العناصر التي تعمل على إعاقة مخرجات اتفاق السوكهلم وأوضح أن اجتماع وزراء الخارجية تناول العراقيل التي وضعت أمام تنفيذ اتفاق السوكهلم ورفض ميليشيا الحوثي الانسحاب من الحديدة مؤكدا أن انسحاب ميليشيا الحوثي من الحديدة سيكون خطوة إنجابية نحو السلام وميدانيا اتهم الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة ميليشيا الحوثي بعرقلة عمل رئيس لجنة المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد وكشف رئيس الفريق الحكومي اللواء صغير عزيز في تصريحة سابقة لقناة بلقيس بأنه كان من المرتقب أن يجتمع الوفد الحكومي مع لوليسغارد يوم الجمعة في مجمع أخوان ثابت لكن ميليشيا الحوثي أغلقت الطريق أمامه ومنعته من التحرك لعقد الاجتماع الذي كان يهدف من خلاله إلى التشاور حول خطته المعدلة بشأن إعادة الانتشار في المدينة والموانئ الثلاث والتي يرى الفريق الحكومي بأنها لا تختلف كثيرا عن سابقتها سوى أنها تنص وفقا للفريق الحكومي على نشر مراقبين في مناطق الانسحاب بدلا من قوات الأمن